بنهاية أول ثلاثة أشهر من سنة 2024 ارتفعت بورصة الـ S&P 500 بما معدله 10% هذا الارتفاع يعتبر ضمن أفضل 11 ارتفاع في بداية سنة لبورصة الـ S&P في تاريخها الطويل وفي تاريخ هذه البورصة خلال الـ 11 مرة السابقة أكثر من 91% ارتفعت البورصة بارتفاعات إضافية خلال نفس السنة معدل هذه الارتفاعات تقريبا حوالي 11% إضافية إلى الـ 10% لارتفعتها البورصة أساسا هذا أعطى زخم كبير للمحللين بحيث رفع بنك جولمان ساكس من توقعاته لنمو مؤشر بورصة الـ S&P 500 بحيث توقع أن تصل إلى مستويات الـ 6000 نقطة بنهاية السنة الحالية وهذا أيضا يعطي زخم كبير جدا للمستثمرين في فيديو اليوم بدنا نناقش أهم التقارير الاقتصادية من الأسبوع الماضي واللي من ضمنها تقارير التضخم وخطاب الفيدرالي سنناقش أهم التقارير الاقتصادية خلال الأسبوع القادم وتوقعات المحللين لمعدلات الفائدة خلال السنة الحالية خاصة بعد خطاب الفيدرالي الأخير سنناقش أهم فرص المضاربة والتداول خاصة بأنه إحنا حاليا بعد أسبوعين تقريبا سنبدأ في موسم الأرباح الربع الأول من السنة الحالية 2024 واللي فيها توقعات كبيرة للأسهم الأمريكية وأخيرا بفقدة الاستثمار طويل الأمد بدي أعلق على بعض الأسهم التي تعتبر أسهم جيدة للاستثمار طويل الأمد وتراجعت أسعارها بشكل ملحوظ إذا بدأنا في البداية بأهم التقارير الاقتصادية من الأسبوع الماضي فالتقرير الأهم كان هو تقرير التضخم المعروف باسم الـ PCE من المعروف صار للجميع بأن هذا أهم تقرير التضخم يراقب الفيدرالي وبيستهدف الفيدرالي أن يتراجع تقرير الكور PCE إلى مستويات الـ 2% في سنة 2025 التقرير يوم الجمعة كان عنده توقعات المحللين ولكنه كان أعلى بشوي من القراءة السابقة قراءة الـ PCE السابقة كانت عند 2.4% ارتفع إلى 2.5% أما الكور PCE فتراجع من 2.9% إلى 2.8% رئيس البنك المركزي الأمريكي جيرومي بويل علق على هذا التقرير بأنه تقرير جيد وبأنه ضمن توقعات البنك المركزي الأمريكي وبأن البنك لا يزال مقتنعا بأنه بإمكانه خفض الفائدة ثلاثة مرات خلال السنة الحالية لكن بويل شدد على نقطة مهمة جدا وهي قوة الاقتصاد الأمريكي وبالتالي لا يوجد أي ضغط على البنك للبدء بتخفيض الفائدة مبكرا وأنه بحاجة إلى بيانات اقتصادية إضافية خلال الأشهر القادمة إيجابية حتى يبدأ بخفض الفائدة في أقرب وقت وحتى نكون متفقين إذا كانت البيانات في الشهر الحالي شهر أربع سواء كان للتضخم للوظائف لتقارير الـ CPI وغيرها إذا كانت هذه البيانات إيجابية خلال هذا الشهر فعلى الأغلب رح يكون الجميع شبه متأكد أن الفيدرالي سيخفض الفائدة في شهر ستة القادم لكن إن كانت البيانات في هذا الشهر سلبية على الأغلب لن يخفض الفيدرالي الفائدة في اجتماعه في شهر ستة القادم لذلك البيانات في هذا الشهر مهمة جدا وقد تتسبب في حدوث تراجع تصحيحي في الأسهم في حال كانت هذه البيانات طبعا سيئة أعلى من توقعات المحللين وأشارت إلى ارتفاع التضخم مرة ثانية وهاي رح تكون فرصة دخول للمستثمرين اللي بيبحثوا على شراء الأسهم اللي بيلاحظوا أن أسعارها حاليا ارتفعت وما بدهم يشتروها بالأسعار المرتفعة الحالية طبعا هذا الشيء غير أكيد لأنه يبقى بحسب التقارير هل ستكون إيجابية أم ستكون سلبية النقطة الثانية المهمة بأنه إذا نظرنا إلى الـ CME Watch واللي فيها بنشوف أعداد أو نسبة المحللين اللي بيتوقعوا تخفيض أو تثبيت أو رفع الفائدة خلال الفترة القادمة منلاحظ بأنه نسبة المحللين المتفائلين بتخفيض الفيدرالي للفائدة تراجعت من حوالي 77% إلى حوالي 64% في شهر 6 القادم كما أنه حاليا المحللين بتوقعوا أن يخفض الفيدرالي الفائدة بما معدل 2.7 مرة بدل ثلاثة مرات خلال السنة الحالية مما يعني بأن المحللين بدأوا تدريجيا يسمحون أقل ثقة في أن الفيدرالي سيخفض الفائدة ثلاثة مرات وصار في جزء من المحللين يعتقد بأن الفيدرالي سيخفضها مرتين وتخفيض الفيدرالي طبعا للفائدة مرة أو مرتين أو ثلاثة في نهاية سيعتمد على البيانات الاقتصادية وعلى قوة الاقتصاد الأمريكي لكن الاتجاه العام على الأسواق بدأت تصبح بشكل عام أقل إيجابية من سرعة خفض الفيدرالي للفائدة موعد أول خفض للفائدة وأيضا عدد مرات خفض الفائدة تبقى البيانات خلال الأسبوع القادمة هي ما سيؤكد أو ما سيغير من رأي الأسواق أما بالنسبة للتقارير الاقتصادية السابقة خلال الأسبوع الماضي فكان في عنا مجموعة من التقارير الاقتصادية مثل مثلا ثقة المستهلكة التي تلاجعت بشكل ملحوظ ولكنها لا تزال في المرحلة الإيجابية مبيعات السلع المعمرة سجلت نمو قوي جدا بصراحة في المبيعات مما أدى إلى تخوف المستثمرين من عودة الارتفاعات في تقارير التضخم الأساسية إجمالا التقارير الاقتصادية من الأسبوع الماضي هي تقارير إيجابية للأسواق وإن كانت نوعا ما أقل إيجابية مما كان المحللين يتوقعون وبالتالي الشهر الحالي هو شهر مهم جدا بالنسبة للأسواق إذا انتقلنا إلى الأسبوع القادم فالأسبوع القادم سيكون بداية تداولات الأسهم الأمريكية لأنه يوم الجمعة كانت الأسواق مغلقة وبالتالي لم تتفاعل الأسواق مع تقارير البي سي يوم الجمعة رح نشوف الأسواق تتفاعل مع هاي التقارير في بداية الأسبوع القادم وشخصيا أعتقد بأن الأسواق سيكون تفاعلها إيجابي مع هاي التقارير لأنها وافق التوقعات المحللين ولأن الكور بي سي اي والي هو دوز الأهم من التقارير سجل تراجعه ولو كان بنسبة 0.1% وبالتالي أعتقد بأنه إحنا أمام ارتفاعات قوية في بداية الأسبوع القادم لكن التقارير القادمة والي أولها تقرير الجولز الذي يقيس عدد الوظائف التي تم الإعلان عنها خلال الشهر السابق من المتوقع أن تتراجع هذه الوظائف من 8.860.000 لحوالي 8.810.000 وظيفة إذا كان هذا التقارير عند مستويات التوقعات أو أقل هذا رح يكون زخم إضافي وقوة إضافية للأسواق يوم الأربعاء القادم عندنا تقارير التضخم القادمة من الاتحاد الأوروبي نتوقع استمرار تراجع التضخم بشكل إضافي بحيث يتراجع التضخم المستويات 2.6 إلى 2.5% ويتراجع التضخم الأساسي من 3.1 إلى 3% وكلما تراجع التضخم أكثر في الاتحاد الأوروبي كلما أعطى ذلك حافز إضافي لارتفاع الأسهم أكثر لأن التضخم عالميا تقريبا يتحرك في اتجاه واحد خاصة في الاقتصاديات المتقدمة التي تتشابه وتترابط فيما بينها بشكل ملحوظ أيضا عندنا يوم الأربعاء الساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية تقرير الـ ISM Non Manufacturing وهو من أهم التقارير الذي يقيس معدل نمو قطاع الخدمات في أمريكا وأنه يعتبر أكبر القطاعات الداخلة في تركيب الاقتصاد الأمريكي أي قراءة أعلى من 50 تعتبر استمرار للنمو وأي قراءة أقل من 50 تعتبر انتماش في النمو ومن المتوقع أن نرى تباطع في النمو لكن استمرار النمو الإيجابي لأن الرقم سيتراجع من 52.6 إلى 52.5 أي أرقام إيجابية تعتبر إيجابية بالنسبة للأسواق لكن الأهم أن رئيس البنك المركزي جيرامي باول سيتحدث يوم الأربعة القادم الساعة السابعة مساء وعلى الأغلب لن يغير من نظرته الإيجابية التي بدأها في اجتماعه يوم 23 ثم في اجتماعه وحديثه يوم الجمعة السابقة على الأغلب لن يغير كلامه وسيكون كلامه إيجابي ولكن بشكل حذر بالنسبة للأسواق ما بعتقد رح يكون في أي معلومات عن وقت لبداية التخفيض أو تغيير في عدد المرات اللي بيبحث فيها خفض الفائدة أو غير ذلك وبالتالي أنا عندي نظرة إيجابية لخطاب الفيدرالي يوم الأربعاء القادم لكن يبقى الخبر الأهم في الأسبوع القادم واللي رح يكون بداية التقارير الثقيلة هو تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة الساعة الثالثة والنصف بتوقيت السعودي عصر نتوقع أن يضيف الاتصاد الأمريكي حوالي 198 ألف وظيفة بالمقارنة بال275 ألف السابقة نتوقع أيضا ثبات معدلات البطالي عند مستويات 3.9% الفيدرالي بيستهدف مستويات الأربع في المية في البطالي لنهاية سنة 2024 ومنتوقع تراجع معدل النمو السنوي في الأجور من 4.3% إلى 4.1% هذا التقرير إذا أضاف فيه الاقتصاد عدد وظائف 198 ألف أو أقل وإذا ثبتت نسبة البطالي عند 3.9% أو ارتفعت أعلى وإذا كان معدل النمو السنوي في الأجور عند 4.1% أو أقل فهذا رح يؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في الأسهم الأمريكية لأنه حاليا خلال الشهر الحالي ما نبحث عنه هو أن تكون الأرقام الاقتصادية أقل إجمالة من توقعات المحللين لأن ذلك يعني طباط النمو في الاقتصاد الأمريكي مما يعطي الفيدرالي أريحية أكثر للبدء بشكل أبكر في تخفيض الفائدة وبالتالي إذا شفنا أرقام قوية خلال الأسبوع القادم خاصة في تقرير الوظائف رح يكون هذا بداية لتراجعات قوية في الأسهم الأمريكية تراجعات طبعا ستكون مؤقتة لأنه لسه لا يزال أمامنا تقارير اقتصادية مهمة فضلا عن موسم الأرباح والأسهم الثقيلة القادمة في أرباحها وقبل أن ننتقل إلى أهم فرص التداول والمضارب يبدأ أعلق على الذهب بشكل سريع لأنه سئلت عنه عدة مرات في التعليقات الارتفاعات الأخيرة اللي حققها الذهب كانت ارتفاعات كبيرة ارتفاعات سريعة ويمكن هذا دفع بعض المستثمرين للتساؤل هل الذهب وصل إلى القمة وهل الاستثمار في الفضة ستكون مربحة كما هو الاستثمار في الذهب واللي بدي أوضحه أنا هون شخصيا أولا أن الكلام المعروف سابقا عن النسبة ما بين سعر الذهب إلى سعر الفضة وبناء على هذه النسبة نحسب من منهما سعره أعلى بالمقابل بالآخر وإذا كان هذه النسبة عالية نشتري الفضة وإذا كانت مخفضة نشتري الذهب هو كلام لم يعد حقيقيا بسبب زيادة الاستخدامات الصناعية في الفضة بشكل كبير وأيضا بسبب ثبات إنتاج الذهب وزيادة الطلب العالمي عليه بشكل كبير جدا وبالتالي اليوم صار الذهب والفضة غير مترابطين مع بعض وأعتقد بأن الذهب أفضل بكثير من الفضة وسيستمر في التفوق على الفضة في الاستثمار طويل الأمد وإخدامات مهمة جدا في حياتنا طيب لماذا الذهب سيستمر في الارتفاع وسيستمر في التفوق على الفضة؟ لأنه في أربع عوامل رئيسية على الأقل تؤدي إلى استمرار ارتفاع الذهب أولها أن اقتصاد العالم اليوم مبني عن الاستمرار في طبع الأموال ولو كان إلكترونيا لكن المصطلح يسمى طباعة واستمرار في طباعة الأموال تؤدي إلى ارتفاع قيمة الأصول وبالتالي الذهب في الاقتصاد العالمي الموجود اليوم ما في أمامه اتجاه إلى المزيد من الارتفاع ثانيا الصراع العالمي الموجود اليوم ما بين الشرق والغرب لن يحل في أي وقت قريب خاصة بأنه يمكن تابعت الأخبار الأخيرة عن تحديث قائمة العقوبات الأمريكية ضد الصين والتي ستستمر وستزداد خلال الأشهر والسنوات القادمة وستصبح متبادلة ما بين الطرفين وبالتالي ما في حل الأزمات المالية العالمية احنا أمام نظام عالمي جديد متعدد القطبية كثير النزاعات والتوتر وهذه تعتبر بأمثالية لاستمرار ارتفاع الذهب في المدى الطويل وبالتالي الذهب لن يتوقف ارتفاع وممكن يصير فيه تراجعات عندما تنتهي أحد الحروب إن شاء الله على خير لكن هذا لن يؤدي إلى تغير الاتجاه العام طويل الأمد في الذهب النقطة الثالثة المهمة أن الإنتاج العالمي للذهب وحتى لنحاس والعارفين في هذا القطاع في الذهب والنحاس في العادة يتواجدان في مناطق متقاربة من بعض الإنتاج العالمي للذهب تقريبا ثابت منذ سنة 2010 لم يرتفع بشكل كبير وبسبب توجه الكثير من الدول إلى زيادة احتياطياتها من الذهب في البنوك المركزية صار في طلب عالمي عملاق على الذهب في مقابل عرض تقريبا شبه ثابت وظل النقطة الأخيرة أن خفض معدلات الفائدة يعني تراجع قوة الدولار مما يعني أن الذهب والذي يعتمد على الدولار بشكل رئيسي في التسعير سيرتفع سعره بالدرجة الأخرى ولذلك أنا برأيي أن الارتفاعات الحالية في الذهب ستستمر وما رح نشوف تصحيح في أي وقت قريب والاتجاه العام للذهب واضح جدا للمزيد من الارتفاعات الذهب ممكن يكون واحد من أكثر الاستثمارات الرابحة خلال الفترة القادمة النحاس بالمناسبة عاد للارتفاع بقوة مع انتعاش الاقتصاد العالمي وسيستمر في الارتفاع أيضا خلال الأشهر والسنوات القادمة لكن النحاس سيرتفع بشكل كبير جدا إذا عادت الصين إلى التعافي الاقتصادي لأنه لم يعود النحاس إلى أعلى أسعاره بسبب مشاكل الصين الاقتصادية أما بالانتقال إلى أهم فرص التداول فالشهر الحالي هو الشهر الذي ستعلم فيه الشركات عن أرباحها وبالتالي الكثير من الشركات سترتفع أو ستنخفض أسعار السنوات بشكل كبير جدا خلال الأسبوع القادمة وبالتالي لما منبحث عن فرص التداول خلال الفترة الحالية فنبحث على فرص لبيع الأسهم خلال فترة أسبوعين إلى أربع أسبوع كحد أقصى مما يعرف باسم Swing Trades والأسهم اللي لازم نبحث على شراءها تندرج ضمن أربع فئات رئيسية أولها أسهم رح يكون في عليها أخبار على الأغلب إيجابية خلال الأسبوع الحالي مثلا عندنا شركة فورتينت في عندها اجتماع مهم خلال الأسبوع الحالي ممكن تكون نتائجة إيجابية لهذا السهم وأيضا لأهم الأسهم التي تعمل في قطاع الأمن السايبراني مثل مثلا كراودسترايك أو حتى للسندوق الاستثماري سايبر عنا أيضا مثلا خلال الأسبوع الحالي شركات الأدوية الكبرى من أبثال نوفو نوردسك أب في وجونسون عن جونسون وغيرها ممكن يكون في عندها إعلانات مهمة وبالتالي ممكن نشوف ارتفاعات إضافية في قطاع الأدوية وأخيرا عنا سهم تسلا يوم الأثنين قبل افتتاح الأسواق بالإضافة إلى الأسهم الصينية نيو ليوتو إكسبينغ وغيرها رح يعلنوا عن مبيعاتهم للربع الأول من سنة 2024 باعتقاد الشخصي أن هذه الإعلانات ستكون سلبية في أغلبها لكن لسا عني شوية تفاول في شركة BYD رمزها BYDDF وأيضا في تسلا أن تكون أرقامهم أفضل بشوي من توقعات المحللين ممكن نشوف فيهم ارتفاعات بعدها لكن أعتقد أن الأفضل عدم شراء أسهم تسلا أو BYD قبل أعلان الشركات عن الأرباح أو عفوا عن المبيعات والانتظار حتى تعلن هذه الشركات عن مبيعاتها وإذا حققت مبيعات إيجابية رح ترتفع عدة أيام وبالتالي ممكن نشتريها كفرص للمضاربة أما النوعية الثانية من الشركات فهي الأسهم التي نتوقع بأن تحقق نتائج إيجابية في موسم الأرباح الحالي وترتفع وفي مجموعة من القطاعات فيها توقعات إيجابية على رأس مثلا قطاع البنوك الأمريكي مثلا لدينا شركات مثل بانك جي بي مورغان أو جولدمان ساكس أو حتى شركة بلاك روك أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم مع عودة الاندماجات والاكتتابات والارتفاعات الكبيرة في الأسهم وقرب تخفيض الفائدة من المتوقع أن نشوف موسم أرباح قوي لهاي الشركات وهذه الأسهم عبارة عن مثال عنا أيضا أسهم النفط مثل مثلا إكسون موبيل شيفرون ممكن أن تحقق نتائج إيجابية لأن أسعار النفط ارتفعت بقوة وهي مرشحة لأن ترتفع أكثر في حال عادة العالم للتعافي الاقتصادي خاصة مع ضعف الإنتاج من أوبيك حاليا عنا أيضا مجموعة من الشركات وهي مثلا أسهم الإعلانات على رأس مثلا جوجل أمازون مايكروسوفت بنترست تريد ديسك سناب شات وأمثلة أخرى كثيرة من الشركات التي تعمل في هذا القطاع خاصة أن قطاع الإعلانات يبحث عن تعافي كبير خلال الفترة القادمة وهذه جزء من الشركات في كثير شركات أخرى مثلا عندكم أوبر تعمل في نفس المجال دور داش بالإضافة لذلك في أسهم أشباه الموصلات على سبيل المثال سترتفع أكثر لأن السنة الحالية هي سنة تعافي أسهم هذا القطاع يمكن أسهم انفيديا ارتفعت بشكل كبير لكن واضح أنه انفيديا متقدمة في هذا المجال وبالتالي ممكن نشوف السهم بيرتفع أكثر لأنه كل يوم الشركة بتفاجئنا بمنتجات جديدة طبعا في الكثير من الأسهم الأخرى في هذا القطاع اللي أمامها مجال الارتفاع مثلا بروتكم أو مثلا كوالكم التي لا يزال سعرها متدني عندكم أسهم من أمثال ASML AMD لتراجعة على فكرة خلال الفترة الأخيرة عندكم أيضا أسهم التي تعمل في الذكاء الاصطناعي وهي شركات كثيرة أما من خلال الصندوق الاستثماري AIQ ممكن نشتريها أو ممكن نبحث عن شراء هاي الأسهم بشكل فردي منها مثلا شركات من أمثال أمازون من أمثال مايكروسوفت من أمثال أدبي وطبعا الكثير الكثير من الشركات اليوم من كتر الشركات اللي بتحدث عن الذكاء الاصطناعي صار كله ذكاء اصطناعي وعندكم شركات الأمن السايبراني مثل مثلا كراودسترايك وغيرها كلياتها تعتبر شركات تبحث على المزيد من لون نمو ليش؟ لأنه هاي السنة هي سنة تعافي هذه القطاعات المختلفة لأن هذه القطاعات واجهت سنة صعبة في 2022 و23 وبالتالي راح نشوف قوة في مبيعات وأرباح هاي الشركات وبالتالي أنا بتوقع وهذه عبارة عن مجرد أمثلة لبعض أفضل الشركات في هاي القطاعات أن نشوف ارتفاعات إضافية في هاي القطاعات المجموعة الثالثة من الشركات هي أسهم أعلنت عن نتائج إيجابية ولكن أسعار أسهمها تراجعت منذ بداية السنة الحالية وبالتالي هي بتبحث عن العودة والتعافي والارتداد خلال موسم الأرباح الحالي شركات مثلا ممكن نتحدث عن أدوبي ممكن نتحدث عن مارفل عن يو آي باث عن أبر كرومبي عن فتش عن نايكي والكثير من الشركات الشبيهة فيها لأنه هاي الشركات حققت نتائج ممتازة وستبقى شركات مهمة وستعود للارتفاعات مرة ثانية أما الفئة الرابعة والأخيرة فهي أسهم تراجعت أسعار أسهمها بشكل كبير لكن ممكن أن تفاجئنا في موسم الأرباح الحالي وتعود للارتفاع عنا شركات من أمثال مثلا أسهم الطاقة النظيفة مثل فيرس سولر وإنفيز بالرغم من أنها ارتفعت بقوة خلال الفترة الأخيرة لكن لا تزال أسعارها كتير متدنية من أسعارها السابقة فهل تكون سنة 2024 بداية التعافي؟ هذا اللي رح نشوفه في موسم الأرباح القادم هاي الفئة تعتبر الأعلى مخاطرة بين الفئات الأربعة واللي ممكن أن تحقق أرباح أكبر وممكن أن تحقق خسائر أكبر عنا شركات من أمثال أبل على سبيل المثال اللي سهنا تلاجع بشكل كبير عنا جوجل اللي بتواجهها قضايا كثيرة من الاحتكار وغيره وتستحق سعر أعلى بكثير من سعرها الحالي في حال تجنبت هاي القضايا وطبعا هاي كلها عبارة عن أمثلة ونحن سنتحدث عن كل هاي الشركات أسبوع بأسبوع لما بنوصل لموسم الأرباح لكن حبيت أني ألفت انتباهكم أنه لازم تبحثوا عن الشركات التي تندرج ضمنها واحدة من هاي الفئات الأربعة لأنه هي على الأغلب الذي ستحقق لكم الارتفاعات الأكبر خلال الفترة القادمة أخيرا بالانتقال إلى الاستثمار طويل الأمد بذكركم بالرجوع إلى فيديو أهم 20 سهم للاستثمار طويل الأمد فيه حوالي 25 فرصة استثمارية مهمة فيه اليوم عدة فرص لأتحدث عنها بشكل مختصر جدا شركات تراجع أسعار السمع لكنها فرصة استثمارية جيدة عنكم مثلا أسهم نايكي وأسهم لولو ليمون تعتبر أسهم ممتازة لكن أسعار أسهمها فراجعت وبالتالي ممكن تكون فرصة للدخول للمستثمرين طويل الأمد بالنسبة لي سهم تسلا وبالنسبة للأسهم الصينية لأنني سئلت عليهم بشكل كتير كبير في التعليقات فسهم تسلا بالنسبة لي أمام مفترق طرق الشركة عندها التحدي الأول يوم الاثنين القادم إذا حققت مبيعات ممتازة هذا رح يعطي ارتفاعات أكبر للسهم نتوجه بعدها لأرباح تسلا بحوالي ثلاثة أسابيع من الآن إذا كانت ممتازة ممكن تكون هاي البداية الحقيقية لسعود سهم تسلا مرة تانية لمستويات الميتين دولار ثم التعافي مرة تانية قطاع السيارات الكهربائية لم ينتهي الطلب على السيارات الكهربائية سيزداد بمرور الوقت وتسلا عندها تفوق تكنولوجي في بعض القطاعات على الكثير من السيارات الكهربائية التانية وبالتالي أنا أعتقد بأن تسلا أمامها المجال للعودة مرة تانية وهذه التراجعات ليست النهاية بالنسبة لهذا السهم وإن كنت أعتقد بأن التعافي الأكبر لتسلا ممكن يكون في النصف الثاني من السنة الحالية لكننا نستنى تقرير الأرباح وبالتالي المستثمرين يبحثوا عن شراء هذا السهم تسلا فيه مخاطرة مرتفعة لأنه إذا صارت الأمور في الاتجاه المعاكس وكانت المبيعات متدنية أو جاءت الأرباح ضعيفة فممكن نكونوا منبحث عن التراجع لمستويات المية وستين دولار أو حتى يمكن إلى متجاه مستويات المية وخمسين طبعا نتمنى أنه ما يصير هذا الإشي لكن هذا لا ينفي بأن تسلا تحت ضغط كبير جدا خلال الفترة الحالية وأنا أمين للسلبية أكثر في المدى القصير من الإيجابية لكن أعتقد في المدى الطويل هذا السهم سيعود الارتفاع مرة ثانية النقطة الثالثة والأخيرة اللي سئلت عليها كثير وهي موضوع الأسهم الصينية صراحة الأسهم الصينية كانت كارثية حتى أكبر وأهم الأسهم الصينية تراجعت بمستويات تصل إلى 80% وبالتالي صار في عندي تخوف كبير جدا حتى من اقتراح الاستثمار في الأسهم الصينية وخلونا نكون واضحين نحن خصصنا فيديو كامل حوالي 40 دقيقة للتحدث على الاقتصاد الصيني بشكل معمق بإمكانكم العودة إلى وحتى تفهموا أين تقف الصين حاليا من الناحية الاقتصادية وأنا برأيي أن الصين ستبقى قوة عظمى رقم 2 في العالم لفترة طويلة لكني متخوف من الوضع الاقتصادي للصين حاليا الصين بالنسبة إلى تمثل مخاطرة مرتفعة جدا وبعرف أنه في النهاية ستصل الأسهم إلى قاع وستعود للارتفاع مستحيل تستمر الأسهم الصينية بالانخفاض حتى تصل إلى مستويات الصفر هذا شيء مستحيل لكن متى تصل هذه الأسهم إلى القاع بصراحة ما عندي فكرة وبالتالي أنا لا أزال متردد جدا في الحديث عن الأسهم الصينية أعتقد بأنه المستثمرين تكبدوا خسائر كبيرة وأنا منهم بالمناسبة على فكرة في الاستثمار في بعض الأسهم الصينية أنا شخصيا لم أنسحب من الأسهم الصينية الموجودة عندي لحد الآن برغم الخسائر لكن أتمنى أن نشوف تعافي اقتصادي كبير في الصين تعود معه هاي الأسهم للارتفاعات وباعتقادي عندما يحصل هذا التعافي نحن نشوف ارتفاعات كبيرة وسريعة في وقت سريع ممكن نشوفه خلال السنة الحالية لأنا لا يزال عندي فيها أمل في عودة الأسهم الصينية للتعافي مرة تانية لكن هذا شيء غير أكيد وبالتالي إذا كنتوا تبحثوا عن مخاطرة متوسطة أو متدنية تجنبوا الأسهم الصينية برغم التلاجعات الكبيرة جداً اللي صارت في أسهمها هذا اللي كان عنا في فيديو اليوم نشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم